بسم الله نحن بجيب محاضرة الانتينيو بلاستيك ايجنس اللي هي الأدوية اللي راح تعالج السرطان هذا الفيديو راح يكون كمقدمة وأشياء مهمة نعرفها على مول نفتهم الأجزاء الثانية وأكوهوان منها أشياء بسيطة وحنا أكيد نعرفها يعني هنا بالبداية ديقول أنه الكنسر هو ال second cause to death worldwide ورا الكارديوباسكولار يعني أول سبب هو الكارديوباسكولار disease ثاني سبب هو الكنسر الخلية من تنقسم انقسام طبيعي سمها mytosis وبعدين تموتها بعملية سمها apoptosis الcancer cell سيكون uncontrol السل راح تصير بعدين يصير عندها يعني جغلة سمها lose of differentiation خلنشوف شين هي أنا بالبداية عندي هالخلية طبيعية راح تنقسم هالخلية مطبيعية خلنقول هالخلية سرطانية راح تنقسم الانقسام الأول شو هي شكلها راح يختلف عن الأساسية وراء انقسامات عديدة شكلها راح يكون مختلف تماما اصلا ما يشبه الخلية الأساسية فهاي اللي اسمها lose of differentiation مثلا بعدين من ياخذون خزعة ويشوفون انه هذا الكنسر اصلا مو يعني مثلا من يشوفون خلايا موجودة باللانق هي اصلا مو مو ماللانق بس يردون اذا هي جاية من تيومر ثاني اذا صار اني عندي تيومر وبعدين انتقل للوران وصار متاستاتيك تيومر روين موجود باللانق اللي هو الموقع الثاني او الثالث او غيرا فمن يردون يشوفون الخلايا هاي جاية من ياتش وما يعرفون لانه صارها كل شوية انقسامات لدرجة انه فقدت تمييز مالتها فكل عملية معرفة اصلها منيا يعني شوية صعب اوكي وهذا المصطلح ادق لوصف الكنسر زينا هسا سم بايسيك فاكت احنا قلنا انه الكنسر او احنا نعرف انه الكنسر اذا كان لوكلايز بموقعه بس اسمه بناين وذا تحرك من مكان الى اخر وصار انتقال للتيومر اسمه العملية اسمها متاستيسيز والتيومر هذا راح يكون ماليقنت زينا هساني شنون هنا يعني شرحت وما احفظ الفيديو فهاي عندي مثلا تيومر ماليقنت تيومر وهاي خلايا سرطانية زينا الخلايا سرطانية هاي قاعد انقسم كل شي بسرعة فتحتاج نيوترينت تحتاج كارب وامينو اوسد وتحتاج كل شي على الموت كبر فبالتاني هي تحتاج اكثر دم فاش راح تسوي هذا هذا شسمها بعاء دموي طبيعي وقاعد يودي دم الخلايا طبيعية هي راح تقوم تفرز فاكترات مثل vascular endothelial growth factor vascular اللي هو البسل هذا endothelium اللي هو endothelial layer اللي هي الطبقة اللي يعني تبطن البسل من جوه فالvascular endothelial growth factor ذا هم هذا الفاكتر راح يخلي الفسل ينمو اكثر فمن تروح تودي له هاي فاكترات هواية راح هو يطلع لها براند شي شي طلع لها فرع ويبحث تاخذ ذنب راحتها من جهة اخرى انه الماليقنا نتصل هاي اصلا راح تمشي تروح تتقرب من الفسل ومن توصل هناك تروح ويا تمشي بمجرى الدم وشوف وين تستقرع على حسن مكان اللي راح بثو خفيفة راح يصير عندي ميتاستيسيس وكذلك مو بس بالبلد بسل كذلك باللمف فلويد همين توصل لللمف بسل وتروح تستقر بمكان من اللمفاتك سيستم فهسان عندي الجين مثلا عندي هذا جين طبيعي صارت بيميوتيشن تعرض الرادياشن او كيميكال ايجنت او فيروس او ايان كان صار طلع لي جين صار طلع لي جين اللي هو البي خلل البي ميوتيشن هذا الجين اللي بيميوتيشن راح يسوي لي كانسر جين هاي اسمه انكو جين يطلع لي كانسر سل عفو مو كانسر جين اذا هو النورمال جين صارت لميوتيشن تحول الى انكو جين فالمرحلة اللي هي قبل ما يصير انكو جين هاي اللي هي قبل ما يصير انكو جين هاي اللي هي قبل ما يصير انكو جين اخر جين صار لميوتيشن صار انكو جين اسمه بروتو انكو جين يعني الجين اللي قبل ما يصير انكو جين بالنوع ثاني رح يشتغل عليه نفس العلاج اننا نجي اسباب الكنسر 30 بالمية بسبب سموكينج 30 بالمية ثانية بسبب الدايت 15 بالمية من وفيات الكنسر هما بسبب فيروس امثل على الفيروسات الافشتينفير فيروس يسويلي يسويلي البوكتس لينفوما ويسويلي النيزوفرينجيال كارسينوما الهيومان بابللوما فيروس هو سكشولي ترانزميتد ويسويلي الكنسر سيربكس هبتايتس بي 80 بالمية من يعني هو يكون السبب 80 بالمية من حالات سرطان الكبد هاي بي يسويلي الكاپاستي ساركوما والليمفوما الهيليكوباكتر بايلوري اللي هي اللي تسويلي قرحة المعدة يسويلي بمحتمال يعني بسيط تسويلي استومك كانسر وهكذا ويقولي انه الداماج جينز هايا رح تنتقل من جنريشن للجنريشن آخر يعني فمثلاً من يكون أكو جنريشن صارت عنده حالات كانسر فمعناها الجيل اللي وراء لازم يكون يعني ورح يكون آت ريسك فلازم يأخذ حذر أكثر فيتجنب المسببات الأخرى يعني هو أصلاً عنده ريسك The treatment of cancer اللي هو ممكن يكون يعني العلاج الإشاعي الراديوغرافي أو الكيموثرافي مرات سوى مو أو يعني يعني ممكن يستخدم مثلاً أكون نوع من الكيموثرافي إن شاء الله نحن أخذها بأجداء قادمة اسمها يعني هي عائلة من الأدوية اسمها الkylating agent اللي هي تضيف الكالي جروب على الديناي فاتخربها الديناي اللي هو مالكانسر سيل نفس الوقت هي مو قاعد تخرب الديناي نفس الوقت هي قاعد تسبب يعني تنضيح احتمالي أنه يصير عندي كانسر ثاني غير الكنسر اللي هو موجود فهي الأدوية مع الكنسر هي نفسه يعني كارسينوجينيك اوكي زيان هسا الـ genetic faults leading to cancer أنا عندي activation of proto-oncogen هسا أن أقول لي عرفنا يعني شنو proto-oncogen اللي هو الجين اللي يعني اللي يطلع لي هو قد البروتين طبيعي بس ما يصير لـ mutation يصير oncogen مثال مثال أنا عندي الـ RAS هذا هو protein involved in the signaling pathway اللي leading to cell division يعني شنو؟ يعني أنا عندي الخلية الطبيعية تنتج بروتين بروتين هذا شنو اسمه RAS هذا البروتين شي سوي لي سوي لي أنه يخلي الخلية يخلي الخلية طبيعية تنقسم زين إذا صارت عندي mutation صار عندي طفرة الطفرة هاي شنو هو هو مو كل بروتين ينتج من جين يعني جين يعني عندي جين هو يعني جزء من الكروماسوم اللي هو DNA يعني الـ DNA يتحول لنا mRNA والـ mRNA يطلع لي بروتين فإذا صارت بالجين mutation ما الجين ما للراس هذا صار بموتيشن بحيث قام يطلع لي هواية راس بروتين هواية فراح شو يصير راح تزيد للقسامات مار الخلية هواية فراح يصير cancer حس في mutation أكر راس بروتين is produced which lose its ability and is continually active يفقد قدرته ويصير دائما دائما يعني أكتف دائما يشتغل فراح يسوي لي continuous subdivision انقسام يعني متواصل للخلية هذا مثال على البروتينات اللي تخلي الخلية تنقسم فمن تزيد البروتينات هاي راح تنقسم كل شو هواية الخلية ويصير cancer حس على الجانب الآخر أكو أكو فاكترات بالجسم زين أكو بروتينات بالجسم الهدف منها شنو الهدف منها مثلا أنا عندي هاي خلية طبيعية تريد تنقسم أوكي تضاعف حجمها ورح تنقسم هاي شو صارت بنهاية ورح تصير اثنين زين هاي المرحلة اللي هي مرحلة رح تنفصل بعدها ما صار اثنين فرضا لحظة الخلية هنا أو هنا إنه الـ DNA اللي هي النسخة صار بخطأ زين فراح تيجي بروتينات بالجسم رح تروح لهالخلية تقولها اللي هنا ورح نوقف لو تصححين الخطأ ما لتتش لو يصير لش apoptosis فإذا قدرت تصحح الخطأ ما للـ DNA تسوي لـ repair فراح يكمل إذا لا رح تسوي لـ apoptosis المهم هاي الفاكترات شنو اسمهم اسمهم يعني هاي الفاكترات ناتجة من جين هاي البروتينات ناتجة من جينات الجينات اسمهم tumor suppression genes يعني suppression يعني يعني تقليل أو تحجيم فtyomor suppression يعني هي جينات اللي راح تقليلي لـ tumor بهاي الميكانزم اللي هس قلتها أوكي فأني بالضبط كأنه سيارة وعندي بها بنزين وبريك البنزين اللي هو راح يخليل خلية انقسم اللي هما مثال عليه الراس والبريكات اللي هي لا اللي هما اللي هما شوفوه anti-oncogen oncogen اللي سبب السلطان هذوله anti-oncogen if DNA is damaged in normal cell آآ هاي البلوك اللي صار راح ينضي الخلية وقت انه تصحح الrepair لدمج DNA قبل ما يصير إذا التصليح هذا إذا التصليح هذا راح يصير راح يصير انتحار اللي هو زين اللي هم عبارة عن الجينات اللي راح يعني اللي هي عبارة عن كود للبروتينات اللي راح تسوي لي هاي العملية ما للبوليس ما ما للشرطة إنه راح تتحقق وراح لوت صححها أو تخليه تنتحر زين من هم ذول الجينات شوفوا مثلا أنا عندي TP35 هذا important example ما للجين الجين هذا يسوي لي كود لبروتين البروتين شون اسمه بروتين 53 يعني نفس اسم الجين أوكي فهذا بروتين 53 هو اللي راح هو يعني من ضمن tumor suppression genes والراس بروتين اللي هو البانزين مار الخلية اللي هو اللي هو البروتين اللي يزيد cell division هزين هزين نعندي يقولي شنو تسلسل حدوث خلل بالجينات أول شي abnormal signaling pathway يعني عملية أرسال الإشارات راح تكون غير طبيعية راح يصير insensitivity or growth inhibitory signals يعني شنو يعني ممكن انه الخلية هاية قاعد يجيها يعني يجيها signal تجيها اشارة انه كافلة يعني لا يصير عندك انقسام بس هي ما قاعد تستجيب insensitivity to growth inhibitory signal اشارة بعدم الانقسام بس هي الخلية هاي insensitive ثالث شغلة راح يصير abnormality بالseal cycle regulation الregulation الخلية راح يتخربط بعدين ش راح يصير invasive of program cell death يعني هذا الموت المبرمج للخلايا اللي هو الapothosis راح يخرب ليش يخرب لانه الخلية صارت insensitive للgrowth inhibitory signal منين راح تجيها اشارة انه تموت بعدين من خرب الapothosis اذن الخلية صارت ما تقدر تموت اسمها immortal immortality يعني غياب القدرة على الموت limitless cell division يعني راح يصير انقسام بلى رهاية تبقى تنقسم 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 زين بعدين راح تصير عدها خاصية انه يصير عدها new blood vessel اللي هو الانجيوجينيسيز يعني انتاج البلد بعدين راح يعني وراء ما صار البرانش هذا واجأ لها راح تدخل بي وتنتقل لي اماكن ثانية فيصير الميتاستيسيز هذا اللي حجينا عليه ويصير غزولي انسجة اخرى زين هسا الابوتوسيز عند بروتين 53 شوفوا essentially each cell monitor itself for a series of different chemical signal should any of these be absent a self destruction mechanism is automatically initiated يعني يعني الخلية من قاعد تنقسم من قاعد تصير بها انقسامات مال الجينات مالتها دائما رح تجي رح يكون اكو اشارات الاشارات هاي يعني تؤدي الى اكمال الانقسام اذا صار اكو خلل ووحدة من الاشارات هاي اختفت معناه شنو معناه مباشرة رح يتفعل رح الخلية تعرف انه الجينات مالتها تخربطت فراح تفعل وضعية انه تدمر نفسها هزين فالأبوتوسيز هذا هو مهم كذلك اكو مثلا الخلية بالخطأ طلعت من التشمالتها مثلا الخلية من الليفر طلعت وصارت باللنج فهنا رح تشوف نفسها صارت بغير بيئة رح تفعل نظام الأبوتوسيز وتموت نفسها على مدلة صغيرة اكو نمو غير طبيعي بماكن هي رازمت بيها يقول لك صار عدة تغييرات جينية بحيث صارت تقدر تتجنب الأبوتوسيز عندي طريقتين مختلفات ممكن الخلية المفروض يصير لها مفروض تموت فممكن إشارة الموت تجيها من بره حلو هاي من إشارة الموت وممكن لا هي من جو زين فاللي جايتها من بره فهو طريقة الخارجي زين فهذا الطريقة اللي الأبوتوسيز بيها رح ينتج نتيجة ممكن يكون على ثلاثة شكال أول شي يعني شنو يعني هسا يقولن أسحنا بهاي الثلاث مقاطر رح نحتيها رح نعرف الخلية شلون من بره تقدر تعرف أنه هي لازم تموت أول شي مثلا خلية عايشة على هرمون معين ولي يكون مثلا بريست عايشة على هرمون عايشة على هرمون الأستروجين طبعا هذا المثال مثال من عندي سيطلعت عايشة على هرمون الأستروجين صار ماكو أستروجين الخلية هاي ما رح تقدر تعيش رح تصير عنها بوتوسيز رح تموت طبعو نقص أو انعدام مستمر للغروث فاكتر أو للهرمون الطريق الثاني الفورم الثاني إنه عن طريق بروتينات اسمها death activator proteins البروتينات اللي تنشط death which combined to cell membrane protein اسمه tumor necrosis فاكتر رسبتر يعني عندي خلية خلية يعدها رسبتر كل خلايا يعدهم هذا الرسبتر اللي هو tumor necrosis factor receptor يعني هذا الرسبتر اللي راح يستقبل الفاكتر اللي راح يسبب necrosis فراح يجي عليه بروتينات على هذا الرسبتر هذا البروتين اسمه death activator protein البروتين اللي راح يفعل death على receptor tumor necrosis factor receptor ورح يسوي لي يعني شاسمه apotosis ثالث فورم immune system هو مو عند telomfocyte telomfocyte هاي اصلا تمشي بالجسم وتدور لي على خلايا damaged cell على موت تسوي له apotosis اذا هاي ثلاث طرق حتينا انه apotosis يجي من بره خلي شوف مع الفقر اول اول قلنا شنو قلنا telomfocyte ثاني طريقة low levels ما للgrowth factor اللي هو ضرب نمثال breast cancer طبعا هذا ما قلنا انه الفاكتر هذا اللي هو الطريق الاول علي الريسبتر يشتغل اللي هو الريسبتر اللي هو tyrosine kinase receptor راح اشارة ضعيثة فبالتاليام يروح الميتوكوندوريا الميتوكوندوريا على cytochrome C اللي هو هذا من يتفعل راح يهضم الخلية في اخر شي يوصل apotosis الثالث شي اللي هو death activator proteins ترتبط على receptor tumor necrosis factor receptor فهم مين راح يسوي apotosis هذول كل الطرق اللي قاعد تجي الapotosis من برا خلي نشوف الطرق اللي هي intrinsic اللي هي جاية من داخل الخلية مثل المين يعني الخلية تعرف داخلي انه لازم يصير لها apotosis من اول شي بال dna damage ال dna ما لاتها خرب ليش خرب ال dna سواء مادة كيميائية دراغ oxidative stress المهم صار صار damage بال dna فصار هذا كاشارة انه لازم مصير ال apotosis the cell has monitoring system تخلي يعدها جهاز لصيانة مو لا مو صيانة monitoring monitoring مراقبة المراقبة على مود تلاحظ اذا اكو صار damage اذا صار damage راح تفرز هرمون او راح يعني تنتج هرمون اللي هو tumor suppressor protein اللي هو حجينا عليه قبل اللي هو pt 5 اللي هو tumor suppressor protein اللي هو بنزين من الخلية لا مو بنزين البنزين اللي هم اللي زايدون الانقسام هاي الbreak اللي راح توقف عمل الخلية ليش لانقل دامج دامج بالدين اي فشوفوا هاي الخلية صار عدا دامج بالدين اي فانتج البروتين اللي هو p53 اللي هو tumor suppressor protein فهمنا راح الميتو كندر وعمليات وصلنا للأبوتوس بنهاية زين هسه راح نعرف شي اسمه telomeres شوفوا شنو يعني telomer راني عندي هذا الكروموسون نهاياته اكو هذا المصطي او المربع ما ادري شوني شكله هذا مربع المصطي فهذا من راح يصير بي انقسام راح التيلومير حجمة شوية يقل انقسام يقل انقسام يقل وهكذا هذا يعني عدد الانقسامات اللي وراها راح يختيف telomer هو هو شي يعني احنا وهب إلنا اوكي يعني مثلا ليش مثلا الخلايا العصبية ما رحنا من انقسم فانحنا ما نفقد الذاكرة خلايا العصبية مثل ما هي يعني تخي نقول من الولادة او لا مو من الولادة يعني ورا فترة من احنا عمرنا كلش صغير بعد قامت من انقسم لانه هي تيلومير مارتها اصلا قليل فانقسمت من خلص التيلومير صار بس هذا صار بس كروموسومات وجينات بلا تيلومير فصار تقدر تنقسم ليش حسنا يقول لكم التيلومير هذا كأنه بالضبط غطة يعني يحمي الجينات شغلة شغلة ثانية التيلومير هذا الجين الاخير اللي قبله الانزيم اللي يقرأ الجين ويسوي مراح يقدر يتعرف عليه إذا ما كو تيلومير زين فالانزيم مراح يقدر يبدي بعملية الترانسكريبشن لأنه ما كو تيلومير فما رح يتعرف على الجين الجين الأول أو الأخير يعني مفرق بس الجين اللي هو مباشرة قبل التيلومير فبالتالي هو مهم على موض حدوث عملية انقسامات الخلايا مالتنا اللي ما تنقسم يعني هو كل خلايا وراء عدد معين من الانقسامات رح يختفي التيلومير ولهذا وصلا ليش تصير شي خوخة لأنه خلايا جديد مثلا على التجاعد يعني لأنه خلايا جديد بعد ما تقدر تنقسم لش ما تقدر تنقسم لأنه انقسمت حد ما خلصت التيلومير التيلومير مالتها زي حسا الكنسر سيل تصير تصير امورتال الكنسر سيل شاسمه صنعنا نقدر نوصفه انه امورتال ما تموت حسا خلي اقول لكم الكنسر سيل ما تصير هاي العملية طبيعية الكنسر سيل يصير اكو ميوتاشن بالتيلومير همينة بحيث كل بارة القسم يبقى مثل حجمه ولهذا ما يخلص وتموت وتخلص منشارها لا يبقى يطلع تنومير جديد وتبقى تنقسم زي 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 هو يتحدد على عدد المرات اللي يقدر ينقسم بها الدي انا اللي هو من 50 الى 60 انقسام خلي نقول يعني هاي فرض النوع من الخلايا من 50 الى 60 انقسام زي اكو استركتورات يسمون تنومير هاي مثل ما قلنا هي عدها عملية اساسية او دور اساسية بال المورتاليزاشن process the process of the telomer to act as a splice for the end of the chromosome بضبط مثل قطعة حامية على الدي انا فراح تخلي الدي انا هذا مستقر وتحميل تي لومير راح يصير كلش قصير ورا عدد من انقسامات فبالتالي الدي انا هذا راح يصير انستيبل وما يقدر بعد انقسم منهج يصير فراح يصير apoptosis فبالتالي الخلايا راح يبقى على نثابة وما يزيد بداية الكنسر هواية من الكنسر يصير يعني بالبداية الخلية السرطانية تبقى بس 50-60 انقسم وهي يبقى تنقسم بس بعد يصير راح break breaks free to the restriction and becomes immortal بس بعدين راح تتخطى هذا العائق يعني وتنتج تلومارات وتبقى تنتج وياها بحيث تبقى تنقسم على نهائي من انقسامات ولهذا اكو 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 امرأة نسية اسمها كان كان بدأت 1900 كان صار تيومر والخلايا ما توقف تنقسم يعني بحيث من طالعيها بالمختبر كل ما يتخلوها بوسط انه يردون ينتجوها بهذا الطبق البتري ماكو تنتج وتنتج وهكذا وبحيث وما تتيا يعني وهي تيومر مالتها قام يستخدموه بالتكنولوجي بحيث حتى الآن خلاياها موجودة يدخلون وينتجون منها درقات ويسحبون منها مواد والخلايا ما قاعد توقف أبد لانه تبقى تنتج التنومر مالتها عمليات الانجيوجينيسز الانجيوجينيسز اللي هو كان صناعة البلد بسلز تحتاج عمينو أسد تحتاج نيوكليك أسد كارب أوكسجين كروث فاكتر فبالتالية تحتاج دم زين راح يحتاج أكثر دم فش راح يصغير مثلا هس أنا بالبداية عندي هذا لتيومر شان صغير كبر لتيومر فش راح يصير يريد دم وما كو دم فراح يصير عنده هايبوكسية جو راح يقل الأوكسجين زين من يصير هايبوكسية أكو فاكتر الفاكتر هذا يطلع من يصير هايبوكسية فبالتالي يصير اسمه هايبوكسية inducible فاكتر شوفوا فاكترات هو هاي هنا يعني الفاكترات اللي inducible اللي طلعت نتيجة الهايبوكسية مثال هذا هايبوكسية inducible فاكتر واحد هذا راح يسوي راح يخلي هذا الفاكتر من يطلعون يخلون الخلية تقدر تعيش ببيئة قليلة الأكسجين شوفوا راح تزيد النجاة مال الأكسجين starved environment يعني الخلية اللي بيها مجاعة للأكسجين أو البيئة هاي راح تقدر تنجو بها ال كذلك راح تنتج فاكترات داخلة راح تطلع فاكترات البرة اللي هما vascular endothelial growth factor وال fibroblast growth factor 2 راح تروح مثل ما قدنا تطلع وتوصل لل endothelial cell وتخلي يصير أكو branch digi فهذا شي اسم angiogenesis فهذه الانجيogenesis هي خطوة جيدة ممكن الدراج اللي هي anti-cancer تستهدف الدراج والدراج هذول يكون less toxic than chemotherapeutic agent البقية بس للأسف النومات تستخدم واحدة لازم اياها شغلة ثانية ممكن surgery chemotherapy chemotherapy radiation على حسب حالة البلد البلد الناس الناس تنفصل عن المنزل وتذهب إلى المنزل وتسافر من خلالهم وتستقرب أماكن ثانية من الجسم لتقوم على موضة الخليط يجب لازم تعبر عدة محطات المحطات لا أذكر رأساً داخل لتريتمت 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 لدي ثلاثة أول شيء surgery ثاني شيء راديوغرافي 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 ثالث شيء الكيموثرابي يقول الكيموثرابي عادة يستخدم وهي لا surgery لا راديوثرافي أو ممكن كلهم يعني راديوثرافي وسيرجري وكيموثرافي الكمبينيشن ثرافي أنه بنفس الوقت أستخدم أكثر من anti-cancer بس شرط يكون عندهم different mechanism of action هو مو شرط شرط وخلي يعني أقول لكم شغلة هي شوي فارما أنا عندي طريقتين إذا استخد بعد ما شافين دراجات بس استخدمة يعني من راح نشوف لدراجات راح نفتهم أكثر إنها إذا استخدمت مثلاً أنا عندي mechanism of action اللي هي الalkylating engine اللي ذكرنا عليها مثال سابق أوكي وعندي مثلاً نوعية ثانية ولا تكن أكسب هالحالة لأنه يعني ما رد أدخل تفاصيل هذا شوفوا معني الalkylating agent هاي مثلاً تسوي لي toxicity بشغلة معينة أوكي؟ لازم أختار هذولة إذا أريد استخدمهم combination أختار X تسوي لي toxicity بشغلة ثانية يعني ما يسوي لي اثنينهم toxicity بنفس الشغلة يعني مثلاً إذا X يسوي لي نفرو toxicity فأختار دراج ثاني يسوي لي مثلاً liver toxicity أو يعني hemato disorder الفكرة إنه ما رد يعني هم كلهم أكيد دعتهم adverse effect كلش قوية بس أحاول أبعد الأماكن من adverse effect عن بعض إذا استخدم يعني ذولة كانت toxicicity مانتهم مختلفات عن بعض فأقدر استخدم هاي بالفل دوز هاي بالفل دوز يعني الدوز الكاملة مانتهم بس إذا اضطريت فرضاً استخدم دراجين عندهم نفس toxicity مو شرط نفس الشيء ممكن Y و X بس اثنين هم يضربون الكبني فهنا لازم أقلل الدوز مع شغلتي بس طبعاً بس طبعاً الكمبنيشن هو يعني أصلاً أغلب الحين يستخدم الكمبنيشن و different mechanism of action هو more effective than use a single drug The advantage شنو زين شنو الفوائد احنا قلنا أفضل أفضل بشنوه أول شيء increase efficacy of action راح تزيد الكفاءة تقلل toxicity invasion of drug resistant يعني راح نقلل من احتمالية حدوث resistant شوفوا ال resistant بالضبط كأنه دي نتعامل ويا شونتنا نحكي أنه bacterial resistant هي شيء يعني الخلية السرطانية تقاوم الأدوية بطرق مشابهة كأنه خلية مو من عندنا هي أصلاً As cancer cells are derived from normal cells identify targets that are unique to cancer cells are not easy يعني شنو يعني احنا من شنو نسمي أنتباياتيك البكترية شنو نستهدف مثلاً سيلول احنا ما عدنا سيلول فبس راح تموت البكترية بينما الcancer cell هي خلايا مالتنا يعني صعوب ألقي عليها تارجت استهدفها إلها ومتأذي باقي الخلايا السليمة مالتي بس مع هذا صار أكو تارجت هات حتى بعدين نشوف As a result فبالتالي العلاجات التقليدية The most traditional anti-cancer drugs act against targets which are present in both types of cells الطبيعية والcancer فبالتالي قاعد تصنع لنا adverse effect كلش قوية As cancer cells are generally growing faster than normal cell فبالتالي they accumulate nutrients ويرادون synthetic blocks or drugs or drugs and more quickly حتى الـ drug ستتاخذة أكثر يعني هي مو بس تستخدم دم و نوتريات أكثر حتى الـ drug فبالتالي راح تتأثر الـ drug يعني راح تتأثر الـ cancer cells راح تتأثر الـ cancer cells بالـ drug أكثر من النورمال العادية بس ويا الـ cancer cells راح تتأثر لأنه تنمو بزرعة فعندي خلايا ثانية تنمو بس رعب جسمي مثلا شنو مثلا الـ hair follicles مثلا الـ GI mucosa هذول همين راح تتأثرون ويا الـ cancer cells بالـ drug ما اللي هو anti-cancer زين فالـ most traditional anti-cancer drug تشتغل على الـ DNA فلو تكون يعني تشتغل دايركت لي على الـ DNA أو تشتغل كـ anti-metabolite بحيث يعني تثبت لي أنزيم من الأنزيمات اللي يستخدم على موض يصنع الـ DNA فهنان الـ cancer كيموثرابي حاليا دخل منطقة جديدة صرنا صار أكو molecular targeted therapeutic يعني أنه صرنا نقدر نحدد target على على الـ cancer cell بحيث يستهدفه ويعوف خلايانه هاي الأدوية الأجدد زين فأني هزا شنو عندي although cancer is difficult to treat they have been notable successes in treating rapidly growing cancers أكو cancer اللي كانت اللي تلمو بسرعة فصار أكو نجاح بعلاجها مثل الـ Hodkin's disease الـ Hodkin's disease هذا يعني نوع من النوع سلطانات الليمفوماز اللي هو كان هو دم الليمف في شسمه الليمفاتيك سيستمي اللي هو مثل الثايموس بونمارو مو بس دم والسبلين قضي مو بس الليمف فلود والليفر أوكي فهنا نصر أكو لنفوماز بهم واللنفوماز يقسموهن هاي على اسم العالمة اللي اكتشفت الأشياء هاي وأكو نون هودكنز اللي هما أنواع ثانية طبعا هذا يكون مستقر أكثر يعني هذا يكون أقل خطورة من النون المهم والبوركتس لنفوماز والتستيكيولار كانسر العلاج بالرغم من أن السرطانات صعبة العلاج بس صار عندي نجاح بهم بالثريتنج هذا الأصوات كلما تكون تشخيص المرض بصورة مبكرة كلما تزيد فرص العلاج ، ها سا � ed كنت بحراء البكتيريال أول شيء النقطة الثانية يعني مثلا إذا الدراج هذا قاعد يستهدف لهذا البروتين فهي الخلية تقوم تنتج فالخلية تقوم تنتج هواية من هذا البروتين بحيث يعني مهما الدراج يستهدف فيبقى بعد أكوبروتينا بتقدر تستخدمها الطريقة الثالثة إنه يصير عندي ميوتاشن يعني مثلا إذا الدراج شان يرتبط على هذا التارجت فالكانسر سيلة راح تستهدف للميوتاشن راح تغير شكله بحيث تصير لدراج بعد ما يقدر يشتغل علي أو ممكن alternative metabolic pathways يعني مثلا إذا أنا عندي pathway على مدين تجلي مادة معينة وجري دراج ضربها فهي ش راح تسوي راح تخترع pathway أو يعني تستخدم pathway ثاني أو الـ flux system يعني شنو يعني إنه الدراج يدي يدخل بس هي تسوي لي system يطلع على دراج flux ببارة فمثل ما قلت لكم يشبه كلش الـ resistance اللي كان يصير بالبكتوريا هسا الـ anti-cancer drugs the ability of a drug to kill cancer cell is generally believed to be because of their ability بحيث أنه يسقول لي apoptosis يعني شنو يعني هنا ندي يقول إنه إنه الدراج هذا راح يدخل على الـ DNA زين يخربها لدرجة كبيرة بحيث أنه الخلية هاي بعد ما تقدر تنقسم فيصير apoptosis زين يعني كل ما كانت الخلايا الطبيعية سليمة مالكنا راح تكون تسبتب و تتحسس أو يعني تتأثر بالـ anti-neoblastic agent هذا فراح تزيد التوكسيسيتي مال هذا الدراج هنال anti-cancer strategies هنال رايحتي عن الدراجات يعني الـ anti-metabolite مثل الميتوتريكزيت والفايفلورايوراسيل و هكذا يعني هسا الفيديو راح يصير طويل فما رد أذكرهم بس إحنا راح ندرسهم بالتفاصيل يعني و راح تشوفهم يعني سهلات الأمر شكرا من بره صعب بس من قررت راح شفت أنه سهل هسا الـ phases of cell cycle هسا هنال يعني تعرفون إنه بيه تفاصيل احنا ما أخذيها قبل وهسا ما أكو داعي نسترجع التفاصيل كلها بس راح أقولكم الأشياء اللي راح نستفاد إنه يعني نعرفها فنستفاد من نقرأ الدراجات من الـ anti-cancer عني عندي هسا هاي خلية بالـ G-Zero الخلية اللي مثلا هسا عني خلية عصبية بدماغي بمرحلة G-Zero كوشي ما تتسوي بس تأكل وتشرب وتنام لا تنقسم ولا تحارب هي بس G-Zero وهذا هو ما تريد تتسوي أي انقسم ولا تريد تتضاعف ولا شي فعادي تبقى أكو خلايا هواي تبقى بهاي المرحلة بقى G-Zero G-Zero زين فرضا أصعوف الخلية مع الجهاز العصبي مثلا سكن سل اوكي اوكيدرمال وقاعد تريد تنقسم راح تدخل بمرحلة تقوفل G-Zero ورا ما كانت بحالة استراح عرست راح تدخل بـ G-1 G-1 هنا انا اش راح يصير راح يزيد السايز سل جرور ان سايز عند بربير توكوبية دينا يعني تحظى على مو تنسخ دينا لأنه ورا G-1 عندي S S اللي هي المرحلة اللي هي يعني S للسنثيس ما للدينا هنانا راح يضاعف الدينا وهنانا اكو دراجات راح تشتغل على عملية تضاعف الدينا فرح تكون يعني نسميها سل سايكل سبسيفك يعني خاصة لدورة من الخلية يعني لدورة معينة من حياة الخلية اوكي فراح اكو دراجات هسا راح نشوفها تشتغل على الـ S phase زين S هو راح يصير بـ replication للدينا الـ G-2 هسا هنا ناني تضاعف الدينا بالـ G-2 راح يتضاعف باقي الاشياء على موت انقسم الخلية يعني سل كون سيتوات محتويات الخلية شوف لكو بروتينات ميتوكندوريا شوية سنتروسوم وهكذا بعدين نحن ندخل مرحلة M اللي هو الـ M phase اللي هو الميتوسيس اللي راح يصير به الانقسام راح تطلع لي نيو سيلز زين زين هسا M هاية الـ M هسا هسا عرفنا هالأشياء اوكي وهنا راح تبدي مرة ثانية دورة خلية أخرى همينة بالبداية G-0 وشبالي حجمها يكبر بعدين ممكن أوشي G-1 حجمها يكبر قصدي بعدين G-0 اللي تدخل بحارث في الرست بعدين إذا إجا محفز لها على موت انقسم راح تصير G-1 بعد يكبر حجمها و هكذا هسا تشوفون هالأشياء السمائية هاي راح نحتي عليها نحتي عنها مو نحتي عليها شوفوا هاي الأشياء بالضبط كأنه سيطرة يعني شنو يعني هاي هاي هنانا سموت مثلا G-1 كبر زار حجم الخلية فراح تشوف زيادة بالحجم هاي طبيعية ايه طبيعية امشي اوكي كذلك S ال-DNA الاضباعف كل طبيعي تمام بالضبط كأنه سيطرة قاعد تتأكد لي من الشسمة من الأشياء اللي قاعد تنتج بي الخلية فأني عندي فتشي اسمه Cycline Dependent Kinase Cycline Dependent Kinase اللي هو CDK اوكي ال-CDK هذا بالضبط كأنه بنزين يعني شنو هم هذول الأشياء اللي قاعد أقولكم راح من تتج الخلية وتشوفهم طبيعيات راح يعني تدفع الخلية انه تكمل الدورة مالتها اوكي زي هو طبعا كينيز ترقر تموف the cell cycle to another phase هاي احنا مو قلنا كل بنزين لازم يكون الى بريك فهسا عندي inhibitory proteins همين are present that can modify the effect of cycling يعني شنو يعني أساني عندي فتشي يخلي الخلية تتقدم تتقدم لازم يكون اوكفة شي يخلي الخلية توقفة مهنة فيقول هذول البروتينا تقولو ما بي 15 بي 16 بلوكي الاكتيبيتي مالي Cycline هذول وكذلك نظر البروتي 21 controlled by tumor suppressor protein 53 يعني أساني عندي صار كم بروتين اربعة بروتين 15 و16 في حال حدوث خلل او في حال يوقفون الدورة مالخلية راح يسوون block activity على هذول على Cycline اللي هو Cycline dependent kinases اوكي راح يوقفوهم هذول 15 و16 زين بي 21 يقولي هذا من جماعات الت humor suppressor proteins اللي حجينا عليهم بالبداية همين حجينا عنهم اللي هما ويتضم يعني يتصرف ضمن عمل البروتين اللي هو P53 يعني هسا الكبار اللي هما 53 و21 من جماعة tumor suppressor proteins وهذولي هما الblocker اللي هو 16 و15 يشتغلون الblocker بالدرقات وهنا همين ما قلت لكم انه بال M phase M phase همين ال M phase اللي هو مرحلة الانقسام من يكون عندي الكروموسوماتي بنص الخلية تذكرون وهنا يكون عندي فجي اسم centeryules وهذول بعدين تمد خيوط ومن تمد خيوط راح تخلي الكروموسوماتي تنفصل بحيث يكون شكل الخلية اخر شي قبل تنفصل انفصل نهائي بعدين نبدأ بالدرقات يفل هنا أنا كافي واتمنى يا رب تكون مون استفاديته